أحدها الآلام باتت تسيطر على جسد خالد بعد تفشي مرض السرطان في جسده وأصبح على شفى الموت ينتظر الحصول على تحويلة للعلاج خارج القطاع بعد قرار السلطة الفلسطينية وقف عدد كبير من التحويلات الطبية لمرضى غزة استنى على علاج اسمه إبر بلكيت وهذا الإبر يقولون لي ليس موجود في غزة المرار بيجي ومرار بيجيش وبقعد سنتين أستنى والآن خلال أوانا باستنى بقعد أعاني في المستشفيات طب أنا يا عالم عشان أنتوا يا مسؤولين يعني أنا أين أروح أنا مش مواطن مش من غزة أنا مش تابع الأهل البلد وعشان المناكفات اللي بتصير عند لكم عند الأطباء عشان أنا المواطنة تحمل من نتيجة هذه المسؤولية ليش أنا أتحملها ليش إجراءات السلطة تجاه القطاع المترافقة مع الحصار الإسرائيلي خلقت أزمات مركبة للقطاع الصحي في غزة أودت بحياة ثلاثة وعشرين مريضا حتى اللحظة إجراءات المعلنة من قبل رمالة تجاه قطاع غزة وهذه عمقت الأزمة الأرصد الدوائية وصولا إلى غياب أكثر من سبعة وثلاثين في المائة من الأدوية التخصصية عوضا عن خمسة وثلاثين في المائة من المستولكات الطبية الأساسية إضافة إلى سبعين في المائة من مواد المختبرات غير متوفرة اليوم في مستشفى قطاع غزة عوضا عن أكثر من ثلاث تلاف مريض لا زالت تحويلتهم الإلاجية عالقة في الإلاج بالخارج برام الله أزمات دفعت وزارة الصحة في غزة لدعوة الفصائل والكل الوطني لاجتماع عاجل للوقوف أمام مسؤولياتهم في حماية أرواح المرضى للضغط على السلطة الفلسطينية للتراجع عن إجراءاتها العقابية ضد غزة كل هذه القضايا باتت تعركها للمواطن فآنا الأوان ليخراجها من دائرة التجادبات ومطلوب من الكوى موقفا وطنيا ودورا فاعلا للضغط من أجل وقف كل هذه الإجراءات منذ عشرة أعوام والمواطن في غزة وحده من يدفع ثمن المناكفات السياسية بين فتح وحماس ولا يبدو في الأفق حل قريب ينهي معاناة السكان بحجة الضغط على حركة حماس لتسليم القطاع لحكومة الوفاق تنتهك حقوق المواطنين في التنقل والعلاج ضمن سياسات جديدة تنفذ ضد غزة نفي نسليم الغد غزة فلسطين ترجمة نانسي قنقر